الخروقات الواسعة من جانب حزب الله في نفس الوقت لم يكن اللبنان في الموقع القوي أمام خروقات حزب الله ليواجه تعمد إسرائيل الخروقات من الجو والبحر التي تمادت بها إسرائيل بقوة منذ اليوم الأول كما فعل حزب الله وحصل طواطئ كبير من الجانبين يدفع اليوم الشعب اللبناني ثمنه القرار الدولي الذي اتخذ مع نشر قوات يونيفل تعود لدول أوروبية أطلسية كان يمكن احترامه أن يؤدي إلى حماية لبنان وعدم طورية لبنان بدفع كل هذه الأسمان لكن المعركة الآن التي تدور هناك ما يؤكد أن صلاحية المحور كمحور قد انتهت أمريكا تغطي مع الغرب بقوة العمليات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان لضرب الزراع الأساسية لحزب الله جيد دعني فقط أستاذ حنى أشريك أريد أن أضيف فقرة أريد أن أضيف جملة واحدة وأظن أن العالم تعب من القرصنة البحرية للحسيين وتعب من أن يقوم أي طرف مسلح خارج الدولة تابع لدول أجنبية أن يفتح حرب تمتد إلى سنة وسنوات نعم يعني أشريك الأستاذ عارف نصر الباحث في الشأن الإيراني في هذا الخصوص ما قاله الأستاذ حنى صالح هل بالفعل هناك عنوين جديدة توضع لترتيب المنطقة ومسألة المحور قد انتهى كما قال الأستاذ حنى صالح وهل انتهى برغبة إيران أم بعدمها إذا ما قرأنا الردود المحسوبة التي تسبقها معلومات حول التوقيت والمواقع ردا على ثأر يمكن أن يصب بأنه ثلاثي هنية نصر الله نيلوفرشان تحية طيبة لك ولضيوفك ومشاهدي الحدث الأفاضل الواقع إذا ما تابعنا التصريحات الإسرائيلية بعد هذا الهجوم الذي حدث وخاصة تصريح نفتالي بنت قبل غليل فيما يبدو بأن إسرائيل بعد النجاحات التي حصلت عليها في لبنان فيما يبدو بأن يتراء لها بأنها قريبة من تقيير وجه المنطقة كما وصفها نفتالي بنت وهذه فرصة كما جاء بتغريدته لم تحصل عليها إسرائيل طوال الخمسة عقود الماضية لذلك هناك قراءة إسرائيلية لإمكانية إحداث تقيرات كبيرة ليس فقط على الدول المحيطة بإسرائيل بل لدول أبعد مثل إيران التي ربما هي العدو رقم أول بالنسبة لإسرائيل كما يظنها الجانب الإسرائيلي وفيما يبدو بأن هذه الغراءة هي التي قراءها الجانب الإيراني وهو الذي دعاه أن يبادر بالرد والتسريع به بعدما كنا نعلم بأنه أبعد هذا الرد ولكنه رد دعنا نقول محسوب يعني مع ثقل العنوان الذي حمله الرد وهو الرد كما قلت أنا الثأر الثلاثة يعني لشخصيات في ثقل وفيها وإحدى هذه الشخصيات في الداخل الإيراني إسرائيل هنية وبالتالي طهران فعلت ذلك طوعا أم ضعفا يعني أنا أعتقد بأن هذا الرد من دون أدنى شك يجب أن نفرز بين طموح الرد وما حدث بالفعل طموح الرد كان يبحث على أن يكون هذا الرد رد انتغامي وموجع وكذلك لكن ما حدث فعلا نحن عمليا شهدنا رد منسق لكن ما أتى بنقطة على خلاف ما حدث في أبريل الماضي وهي إن هذا الرد استطاع أن يبرهن بأن بجعبة إيران بعض القوة التي تستطيع أن تستخدمها بالهجوم على إسرائيل وتكون موجعة ومنفعل شهدنا ربما سرعة هذه الصواريخ ووصولها أعذرني أستاذ عارف الأخبار والميدان فيه تطور كبير كنا نشاهد على الشاشة هذه الصورة المباشرة لبيروت ونشاهد بين الفين والأخرى أيضا بعض الهجمات والاستهدافات في أحد المباني في الرويس تحديدا ترتفع منه ألسنة لها في عقاب استهدافه بضربة إسرائيلية ترجمة نانسي قنقر